طيب عشان ما ننساش وكل يوم كده نقعد نحتفل وننبسط تعالوا لكم الصحافة الانجليزية قالت ايه عن محمد صلاح بعد فوز ليفربول على منشيستو نايت امس بالسبعة ووصول محمد صلاح انه يكون الهداف التاريخي ليفربول في البريمير ليج زي صحن واحدة من اشهر الصحف البريطانية قالت ان صلاح احتفل برقمه القياسي باكواب من الشاي في اشارة الى طريقة صلاح للاحتفال بانجازه حسب ما صرح اللعب الدولي بعد المبرأة اللعب الدولي المصري بعد المبرأة اما صحيفة ميرر الانجليزية فوضعت صورة محمد صلاح وبجانبه برونو فرنانز لاعب منشيستو نايتد في حالة احباط وكتبت سبعية وجحيم في اشارة الى خسارة اليونيتد في جحيم انفلد بي السبعية دون رد اما صحيفة تليجراف فقالت ان السيرك عاد مرة اخرى في المدينة في اشارة الى فوز ليفربول الكبير على منشيستو نايتد بسبعة اهداف دون رد اما صحيفة ديليستار فوضعت محمد صلاح على الغلاف وكتبت هزيم التنهاج بسبعية واختارت ايضا نفس عنوان ميرر واللي اشارت الى معاناة اليونيتد في المباراة اما صحيفة ليفربول ايكو فاشارت الى ان التاريخ كتب في انفلد بفوز كبير لليفربول على يونيتد بالسبعية واشارت الى رقم محمد صلاح التاريخي كونه اصبح الهداف التاريخي للرد اما صحيفة جارديان الانجليزية فاشارت الى ان ليفربول قام بازلال يونيتد بهزيمة قياسية مش قياسية بس قياسية وضعت صورة لاحتفال الدوري محمد صلاح خلال المباراة اللي اقيمت امس طيب